تابع مشاهدين هذه الحلقة من ساعة حرة سيد رعد هاشم في عاما نعود إليك هل تتوقع ضغطا أمريكيا مباشرا على لعبادة لاتخاذ خطوات معلنة ضد نفوذ الإيرانية في العراق وهل سيكون لعبادة قادرا على مثل هذه الخطوات يعني هو هذا السؤال الحقيقي الذي يطرح في أروقة السياسيين جميعا والمراقبين والمتابعين أنه هل هو الرجل السيد العبادي ولا زغرم به ولا انتقاصا قادر على أن يحدل بمنفرده من نفوذ الإيراني ويظهر لنا سيد هادي العامري رئيس منظمة بدر بتصريح أنه زيارة تلرسون غير مرحب بها في العراق يعني مثل هكذا تصريحات ويفترضين منظمة بدر تابعة للقائد العام وقواتها منظوية تحت أمرت القائد العام يجوز أن يحرج العبادي ويقول له غير مرحب بها هتلرسون تقصد العامري يعني هذه العلاقات السياسية ما بين البلدان نعم هذا العامري تصريح لقب القليل هذه حقيقة الإحراجات التي يسوّوا له إياها للسيد العبادي يعني هذه يفترض أن توقف عد حدها سواء مع الضيوف وقبلها مع السعودية وقبلها الميليشيات توقف على الحدود وتجد هذه الدولة أو تلك أنا بتقديري أنه حتى يعني إضافة إلى الإيرانيين اللي كانوا يقصدهم مثل لرسون هو المطلوب أيضا القصد على هؤلاء المنفلتين ولعله ما صار له سنة أو أقل من ذكر سيد العبادي نفسه أنه منفلتة ميليشيات منفلتة مئة فصيل في بغداد وأكثر من هذا الشيء في ديالة وأقل من هذا الشيء في البصرة يعني هم يعترفون أن هناك ميليشيات منفلتة سواء تأتمر بأمر إيران أو هي منفلتة صائرة عصابات من حالها ولازق حالها على الحشد يبدر العبادي هو هذا السؤال حيق المحير وربما عندنا العراقيين ليس بمحير لأنه الرجل إذا أحده ما يقدر لازم يعني لو إرادة دولية أو قوى سياسية خيرة تساعد على دفع هذا النفوذ يعني ليس بداعي أنه هذا النفوذ صار فقط مقيتا وإنما سياسة درء سياسة المحاور التي تسيطر على المشهد السياسي في العراق يجب أن يضع حد لها وأن يكون التوجه نحو الاستقلالية في القرار وسيادة وهيبة الدولة دكتور كنيث كاتسمن في واشنطن ثمت من يقول أن هذه التصريحات من الوزير تيلرسون جاءت في ظل انفتاح عربي عراقي كبير لانفتاح العراقي السعودي بشكل رئيسي والذي بدأ منذ شهور إلى أي مدى برأيك هذا الجدال حول مدى النفوذ الإيراني يحرج لعبادي في انفتاحه العربي إلى أي مدى يؤثر على هذا التقارب السعودي العراقي هذا يمكن أن يسبب مشاكل سياسية للعبادي بالطبع ولكن أعتقد أن زيارة السيد تيلرسون والتي بدأت بهذا الاجتماع الأول مع المجلس العراقي السعودي والسعودية استأنفت الرحلات الجوية إلى بغداد من الواضح أن هناك خطة ما بين السعودية والولايات المتحدة في محاولة لإعادة العراق إلى الصف العربي وهذا بالتأكيد يتناسب مع استراتيجية الرئيس ترامب في محاولة مواجهة إيران والنفوذ الإيراني من الواضح أنه يحاول إبعاد الحرس الثوري وقوات القدس وجعل الميليشيات تنزع سلاحها وهذا جزء من استراتيجية كبيرة بالنسبة للعبادي بالطبع ولأسباب سياسية عليه أن يظهر وكأنه غير قلق وأنه سيتبنى خطط السيد تيلرسون ولكن هو يفكر بنفس طريقة السيد تيلرسون لأن الكثير من الميليشيات المدعومة من إيران تتعاطف مع خصمه السيد المالكي رئيس الوزراء السابق إذن السيد العبادي لديه مصلحة سياسية أيضا بالإضافة إلى الولايات المتحدة في نزع سلاح الميليشيات المدعومة من إيران وهي قاعدة سياسية للسيد المالكي بالطبع السيد العبادي عليه أن يغطي هذه القاعدة عن طريق الظهور بمظهر المعارض للخطة الأمريكية أو الناقد للخطة الأمريكية ولكن بالتأكيد هو الذي قاد الجهد لدمج الميليشيات الشيعية في البنية الأمنية إذن العبادي لا ينشق ولا يبعد عن الاستراتيجية الأمريكية يعني في تقديرك بناحية أخرى حينما يتحدث العبادي عن أن ويقول تيلرسون وفق البيان أن الحجد الشعبي مؤسسة رسمية ضمن مؤسسات الدولة وأن الدستور العراقي لا يسمح بوجود جماعات مسلحة خارج إطار الدولة يعني تلرسون يأخذ هذا الكلام على أن العبادي مضطر إلى قوله وليس مقتنعا به عمليا؟ أعتقد نعم من الواضح أن أمريكا ساعدت العراقيين على كتابة الدستور وبالتأكيد الاستراتيجية الأمريكية تتمثل في الحفاظ على استقرار ووحدة العراق ولكن الميليشيات هذه السيد تيلرسون والسيد ترامب يريد السيطرة عليها ونزع سلاحها لا يريدون من هذه الميليشيات أن يسمح لها بالاستمرار الآن بعد هزيمة داعش بالطبع الميليشيات لو استمرت في العمل فإن السنة سيمتعضون من جديد وسيكون هناك تمرد آخر مثل تمرد داعش دكتور أمير الساعدي في بغداد هنا إذا ما أردنا أكثر أن نحلل الموقع الذي هو فيه رئيس الوزراء دكتور حيدر العبادي بين أنه يطلق هذه التصريحات في تقديرك هي إلى أي مدى هو ملتزم فعلا بدعم الحجد الشعبي ضمن هذه المؤسسات وإن كان ثمة من يقول أنه غير قادر عمليا على أن يقود أو يخضع بعض فصائل الحجد الشعبي لسلطة القائد العام القوات المسلحة قاد على القوات المسلحة الذي هو رئيس الوزراء يعني ثمة فصائل يقول بعض أنها غير خاضعة له هل سيسعى إلى إخضاعها له وهل يتمكن من ذلك في ظل نفوذها الكبير في العراق طبعا هذا واحد من أهم الأسئلة التي يمكن أن تطرح الآن وسط نهاية الحرب مع هذه التنظيمات الرهابية أي واحدة من المحصلات أو معطيات الانتهاء الحرب على داعش هو ماذا بعد وبالتالي واحدة من ماذا بعد هي عملية كيف تتعاطى الحكومة العراقية والدولة العراقية ليست فقط مع الفصائل المسلحة التي خارج إطار ونطاق سلطتها بل حتى مع القوات الأجنبية المتواجدة على أراضيها ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وهذا طلب غالبا ما يأتي من ممثلي الشعب بمجلس النواب العراقي وحتى أربط الشيء بالشيء مع تعليق ضيفيك الكريمين من عمان الصادراء وأيضا ضيفك من واشنطن في موضوعة الحارة وموضوعة التصريحات التي تخرج عن إرادة السيد العبادي هي ليست هذه التصريحات وحاسب أي ليست في هذا المستوى والموقف من تصريحة تيلرسون وحاسب بل أذكر بالتصريحات الخارجة في موضوعة البقاء العراق على الحيادية أي كانت هناك كثير من تصريحات المسؤولين العراقيين تخرج على نطاق وإدارة سياسة خارجية للدولة العراقية وفق ما يطلق السيد العبادي في موضوعة البقاء على الحياد والأبواب المفتوحة مع كل أطراف ودول الجوار والأسيمة الأزمة العربية في منطقة الخليج والأمر نفسه ينعكس في مشروعة الإصلاح وعملية فرض السياسات والإملاءات على السيد العبادي من بعض الأحزاب والكتل المسيطرة في وضع وشكل الكابينة الوزارية للسيد العبادي وحتى نربط أيضا الشيء بما قال السيد رعد على سبيل المثال الحصر هذه ليست تصريحات محرجة أو خارجية بل هي تصريحات ملزمة لكون السيد هذا العامر هو نائب وليس فقط قائد لمنظمة بدر هو نائب يمثل الشعب العراقي ونكا تصريحين قد صادرها أولا من رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي ونائب آخر من التحالف الوطني يطلب من السيد تيلرسن الاعتذار على توجيه هذه الإساوة ويعتبر هذا الأمر وهذا أنا ما رأيت أيضا عملية تدخل سريع جدا يعني لم يكن يمضي على فراق السيد العبادي وتيلرسن إلا بضعة ساعات وخرج هذا التصريح بلقاء مع السيد الجبير وبالتالي نرى بأن هذا الخروج السيادي لم يألف عليه السيد تيلرسن هكذا بمشكل توجيه هذه الدعوة المباشرة والتي هي من يسبب الإحراج وليس فقط أيضا موضوعات وجودها تلك الجماعات التي قد تخرج عن سلطة الدولة والسيد العبادي مضى في خطة ذكية قد تكون بمشورة أو خارج مشورة الإرادة الأمريكية أو مشورة بعض الأطراف الإقليمية للطرف العراقي في موضوعات وجود هذا القانون وجذب كل تلك الفصائل تحت إرادة السيد العبادي والقاد العام عندما شرع قانون هيئة الحج الشعبي وأصبحت جهة رسمية ممثلة من منظومة الدفاع الوطني العراقي وبالتالي وحتى يخرج من بعض الأدفاع الحاجة رغم تأكيده مرار أن الحج الشعبي مؤسسة رسمية وضمن مؤسسات الدولة لكن ثمت انتباعات خارجية من قبل حتى بعض القواء العراقية ربما من الأطراف الصنية إن صح التعبير والآن الكردية بعد أزمة الاستفتاء يتعاملون مع الموضوع على أن الحشد عمليا هو خارج سلطة الحكومة كيف يتمكن رئيس الوزراء في تقديرك من تحسين موقعه في ظل هذا السجال مهما تحدث وصرح أن الحشد مؤسسة رسمية وقال ذلك لترسم قبل قليل لكن ربما بعض الأطراف العربية وحتى الداخلية العراقية تقول له أن الأمر مختلف كيف سيواجه ذلك أحسنت وهي هذه ورقة السجال ورقة الضغط والتأثير التي يمتلكها بعض الأطراف الإقليمية أو دول الجوار وحتى الأطراف المحلية ودعني أضرب مثل واضح لما يحصل الآن من مشروعة الاستفتاء ونهاء هذا الموضوع الانفصال عن الجسد العراقي داخل قليم كردستان يعني عندما ينبرس رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نجر فان باريزاني ويطلب الحوار مع حكومة بغداد ويدفع بعملية الحوار واليوم نرى بأن زيارة السيد تيلرسن هي عملية لتعجيل وزيادة زخم هذا الوفاق الداخلي والمضي في موضوع تحريك المياه الركدة بين أربيل وبغداد نرى بأن هناك تصريح مناقض يظهر من بعض علماء أو بالتحديد علماء المسلمين في أربيل ويقول هناك فتوى ينبغي مقاتلة الحجد الشعبي أي هي أصبحت ورقة ضغط وتحريك الأطراف السياسية إن كانت إقليمية أو حتى دولية في موضوع الضغط على الطرف الإيراني وهو موضعة مشروع الصراع الإقليمي في موضوع التوازنات القوى بين الطرفين السعودي والإيراني في كفة أن تمضي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وأهداف الاستراتيجية مع العمق أيضا في جيو استراتيجي والتغريات التي حصلت في المنطقة جيو سياسيا مع روسيا الاتحادية هي لا تخرج عن هذا النطاق ولعلى هذه المناورة أي استخدام موضوعة الحجد الشعبي كورقة سياسية ضغطية تمضي مع مصالح تلك الأطراف المتفرقة إن كانت سعودية أو أطراف داخلية محلية سنية كردية وهكذا دا وليك ويبقى اللاعب الرئيسي هو السيد العبادي في عملية خلق هذا التوازن وأذكر بأن استطاع السيد العبادي أن يخلق بيئة متوازنة مع هذه الأطراف حتى مع إحراجها في نقطة هنا أو نقطة هناك لكن استطاع أن يكسب بدل الجميع ويمضي مع هذه الأطراف في عمية إنجاح سياسته بالتعاطي مع هذه الأزمة سيد رعد هاشم إن كان فعلا رئيس الوزراء العراقي هو عامل لنقطة التوازن إن كان عاملا متوازنا في الساحة العراقية إلى أي مدى يستطيع في تقديرك أن يبقى في هذا السياق في ظل ربما مع استمرار هذه المناكفات الداخلية وأيضا بعض الانتقاضات للانفتاح العراقي على السعودية تحديدا يمكن أن نشه تطورات مختلفة في موقع العبادي نعم أريد فقط أن أضيف تكملة أخرى الآن زعيم عصائب الحق أيضا يقول أنه ما من حق الجنود الأمريكيين أن يبقون وعلى تليرسون أن يسحبهم أيضا معه نسى أو تناسى الرجل أن بلده أو العراق نفسه يعني هو قد وقع اتفاقية استراتيجية اتفاقية دفاعية يعني مع الجانب الأمريكي ولذلك وأيضا الجانب الأمريكي وليس دفاعا طبعا عن هذا الموضوع أو ذاك عن هذه الدولة أو تلك ولكن الجانب الأمريكي وحاله في الغربي هو من يقود في مقدمتهم طبعا العراق محاربة الإرهاب ورأس الرمح في محاربة الإرهاب ومحاربة داعش ولكن أيضا نعود ونقول أنه مثل هكذا تصريحات يعني محرجة وحقيقة ربما حتى يعني تشل قدرة وإرادة السيد العبادي على إدارة الأزمة يعني إبعاد العراق نوعا ما عن إيران بدعم العبادي في مواجهة قوة سياسية أخرى منافسة له داخل الساحة الشعية نطرح هذا الملف بعد هذا الفاصل معك سيد رعد هاشم من عمان وأيضا مع ضيفينا من بغداد الدكتور أمير السعدي ومن واشطن الدكتور كالينث كاتسمن تابعونا مشاهدينا بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة